كيف تميز ابنتها إذا كانت تكذب أو تربط الأحداث يعني مثلا تقول تضع طلع الأظافر وتقول أنا عروسة هل هي كذبة؟ الآن هذا اعتبارا للسن إذا كانت في سن يعني بين الخامسة السادسة السابعة حتى يعني هي الآن في تدمج أو نحن نقول ربما هي في مرحلة المبالغة أو ربط هذا التصور بالخيال تتقمز شخصية معينة على سبيل فيمكن لأنها في كما نقول نحن في مرحلة التصور مرحلة ربط الخيال بالحقيقة لكن أنا ذكي أذكر أنه هذا الأمر مرتبط بالسن إذا كان تعدت البنت يعني سن التمييز ودخلت في ما بعد الثامنة التاسعة وهنا ما زالت تستخدم هذا الأمر الأمر في إشكال لكن بقدر ما يكون العمر أقل بقدر ما يمكن أنه أولى هذا السلوك بأنه عبارة عن ربطه بالتخيل وبالتصورات يعني تعيش الحالة تتقمز الشخصية رأت ربما في التلفزة أو في الكارتون أو مسلسلة وهذا مختلف عن التمثيل يعني نحن نجد أبنائنا أو بناتنا على سبيل المثال تلعب دور المعلمة على أخواتها هذا لا علاقة لها هذا يعتبر لتميز الأم بين الأم لا هو الأمر يعني ذكرنا أنه إذا كان قلب للحقائق أو مبالغة الأخت هدير عمره ابنتها سنتان ونصف ما زال هذا الآن ما زالت في التصور أنا أظن ربما هي إما وجدت أحدهم في البيت يعمل هذا أو شاهدت كارتون أو شاهدت أي شيء آخر لأن هذا السن الطفل الآن يأخذ محطياته من خلال ما يشاهده أو ما يسمعه أو ما يعني ربما يجده أو يعني يحدث أمامه فهذا الأمر لا يخشى منه وهذا الأمر من الأمور الطبيعية الموجودة عند الطفل الآن